السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم في قناة اخبار اليوم اتمنى قبل ما نبدأ في موضوع الفيديو لو انت مشترك في القناة تضغط لايك لو انت مش مشترك ومهتم بالاخبار اليومية ياريت تضغط اشتراك زي ما بيقى نصات حضراتكم واتفعل الجرس عشان يوصل لكل جديد يوميا يلا نبدأ في موضوع الفيديو وظائف ادارية جديدة بالتربية والتعليم الفين وتسعة عشر اعلنت البوابة الالكترونية فتح بابا للتسجيل في وظائف جديدة بالتربية والتعليم الفين وتسعة عشر وتكون مؤهلة للعمل في المدارس الحكومية وتتيح البوابة التقزيم لعدد من وظائف ادارية جديدة بالتربية والتعليم الفين وتسعة عشر بعيدا عن وظائف المعلمين تتمثل في التالي وظائف جديدة بالتربية والتعليم الفين وتسعة عشر وهي امن معمل باحث تنمية امن مكتبة باحث قانوني سكرتاريا باح الشؤون عاملين محقق محاسب مشرف خدمات مشرف أم وجدير بالذكر أنها قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد مسابقة 2019 عن سد العجز من المعلمين وقد فتحت باب التعينات في أكتوبر الماضي في مسابقة جديدة لعقود مؤقتة ومن جانبه صرح محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم بأنه تم حصر العجز في المعلمين والمعلمات بجميع المراحل التعليمية من الرودة وحتى المرحلة الثانوية والحصر تم على قدم وصاق استعداد الأكبر وأدخل مسابقة في تاريخ وزارة التربية والتعليم عدم المتقدمين للوظافة الجديدة بالتربية والتعليم وجدير بالذكر أنه قد أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم إلى أن عدد المتقدمين الذي يتم مراجعة أوراقهم بلغ حتى الآن 240 ألف متقدم أتمنى لا تنساش تضغط لايك وتشارك في القناة وتفعلك جرس عشان يوصلك كل جديد يومياً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته